والسؤال طبعا لماذا أحتاج أن أخلص هي لأنه بكل بساطة أن الإنسان منفصل عن الله والخطية فصلت بل حجبت طبعا وأصبحنا بالطبيعة الخطاءة الطبيعة الساقطة الطبيعة الميالة إلى الخطية وهذا ابتدأ أحبائي من خطية أبوين الأولين آدم وحواء ولكن الله أخذ زمام المبادرة وألبسهما أقمسة من جلب يعني ابتدأت فكرة الذبيحة بالإيمان لازم يسفك دم حيوان وكان هذا يرمز إلى الذبيح الأعظم حتى يفدينا وهذا تم في ملء الزمان بمجيء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولكن الخطية استشرت وتفشت في البشرية وأصبح كل فكر الإنسان ملوث وشرير وطبعا كان في تحذيرات كثيرة عبر الأزمان وعبر التاريخ فنرى أولا أحبائي يعني نتيجة الخطية أن قائن قتل أو ذبح أخوه وهذه صفة الشيطان العنف يقول الكتاب عن الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء فابتلأت فكرة العنف والقتل اللي هي من قاع جهنم اللي مؤسسها وأساسها الشيطان وابتلأت الخطية تزداد والعنف يزداد فالله برحمته محبته أدان شعوب كثيرة وعاقب شعوب كثيرة منها كنعان التي استشرت وتفشت الخطية بكل معنى الكلمة فكان كل تصور الأفكار إلى مجيء الطفان وأهلك الطفان كل الأرض ما عدا عائلة واحدة عائلة نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهن وبعد نوح طبعا استمر الوضع وأراده أن يبنوا برجا يعني بكبرياء ليصلوا إلى الله فالله بل بل ألسنتهم وتشتت الناس في كل الأرض منيجي أحبائي إلى فكرة الخطية أنه تفشت واستشرت في منطقة سدوم وعمورة إلى درجة أنه لم يجد الله عشر عشر أبرار لكي يعفو عن هذه المدينة فرمد مدينتي سدوم وعمورة أو مدن السهل في جنوب بحر الميت ما عدا مدينة صغيرة صغيرة حتى ينقذ لوط وأولاده أو لوط وبناته بالأحرى فإذن والخطية ازدادت الله أرسل الأنبياء يحذرون وينذرون الناس أنه الخطية إلها عواقب النفس التي تخطئ عني تموت وأننا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا والخطية ابتلأت تنتشر وأخيرا الله أرسل ابنه وحيده ربنا يسوع المسيح لكي يموت عنك وعني بديلا عنك وعني لكي يكون الذبيحة الكاملة النهائية والإعلان النهائي والأخير الكامل أي لا إعلان بعد المسيح ومع هذا الناس ما زالت في الخطية ولكن الله دبر خطة خلاص وهي الخطة ما كانتش صدفة لكن كانت قبل تأسيس العالم اللي عاوز أقول أحبائي نحتاج إلى الخلاص لأننا ملوثين بالخطية يقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا بدون أي استثناء إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله جميع برنا هنا النبي إشعياء بيتكلم النبي بيتكلم كخرقة نجسة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والكتاب بعلمنا نحن مولودين بالخطية ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي ومش بس إحنا مولودين بالخطية بل إحنا بإرادتنا نخطئ أحبائي كما هو مكتوب في سفر الجامعة إصحاح سبعة والآية عشرين لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ والرسول يحنى في رسالة الأولى لإصحاح الأول والآية الثمانية قال إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا فإذن الخطية استشرت وتفشت في كل مجالات الحياة ومكتوب أيضا إنه أجرة الخطيئة هي موت فإذن الله لابد إنه أن يدين الخطية لأنه الله قدوس عادل بار لازم يدين الخطية اشتركوا في القناة